مرحبا بكم متابعي القناة أتمنى أن تكونوا بخير شكرا على تفاعلكم لايكاتكم واشتراكاتكم حسب ما صدر الآن من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي أن تفشي موجة أوميكرون قد تتيح إمكانية اعتباد نمط التعليم عن بعد في حال إغلاق المؤسسة التعليمية الموبوعة وقد أكدت وزارة التعليم على الالتزام الصارم بالتدابير الاحترازية بتأبين الدراسة حضوريا في ذل الاستمرار جائحة فيروس كوفيد 19 بما يضمن الاستمرار حضوريا إلى أنه إذا تم اكتشاف حالات موبوعة في مؤسسة فسيتم إغلاقها ومتابعة التعليم عن بعد ويجب إعطاء الأولوي للتعليم الحضوري اعتبارا لنجاعته وفعاليته في تحقيق أهداف الفعل التربوي كدعت المؤسسات لتطبيق البروتوكول الصحي وسمحت بانطلاق الدراسة وفق نمو التعليم الحضوري بجميع المؤسسات التعليمية كما دعت كذلك إلى الاستعداد لتنويع الخيارات والأنمار التربوية بما يحقق التوازل الأمثل بين التحصيل الجيد والحفاظ على الأمن الصحي وذكرت أنه أفضل وسيلة لتصدي لتفشي الوباء هي احترام تدابير الوقائية الصحية والبروتوكول الصحي على مستوى جميع المؤسسات التعليمية وتطبيقها على نحو سليم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر